الرئيس السيسي يؤكد ان الدولة انفقت 400 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في سينا قتيل وعدد من الجرحة في اطلاق نار بمحيط مقر اعتصام القيادة بالسودان والمعارضة تدعو للاحتشاب الرئيس الامريكي يغادر الى المملكة المتحدة ويتطلع الى عقد صفقات تجارية كبيرة مع لندن مدى زوانباء السبع صباحا من اكسترانيوز اهلا بحضراتكم اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان الدولة انفقت 400 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في سينا مشيرا الى ان المشروعات تشمل انشاء طرق جديدة وتحلية مياه البحر واقامة مصانع واستصلاح اراضي زراعية واقامة منشآت تعليمية مغيرها من الخدمات الجماهيرية والتنموية وخلال كلمته اثناء مشاركته حفل افطار الاسرة المصرية اعلن السيسي قضاءه اول ايام عيد الفطر المبارك مع اسر شهداء القوات المسلحة والشرطة اعلنت لجنة طباء السودان المركزية سقوط قتيل واصابة عديدين بجروح خطيرة في اطلاق نار كثيف بمحيط مقر اعتصام القيادة بالخرطوم دعت المعارضة المواطنين الى التوجه لمقر الاعتصام والاحتشاد من جديد مؤكدة ان قوات الامن تحاول فضل اعتصام امام وزارة الدفاع بالقوة فيما قالت مصادر الصحفية انه حتى الان لم تعرف الجهة التي اطلقت النار هذا وقالت وكالة رويترز لانباء ان قوات الامن السودانية انتشرت في شوارع وسط الخرطوم واغلقت بعض الطرق اكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل جبير ان بيان القمة العربية اكد على مركزية القضية الفلسطينية وشيرا الى ان تحريف قطر للحقائق ليس مستغربا اضاف الجبير ان قطر تحفظت على بيانين يرفضان تدخلات ايران في شؤون المنطقة معتبرا الدول التي تمتلك قرارها تعلن مواقفها اثناء الاجتماعات والقمم وليس بعد انتهائها قتل امالة يقل عن 14 شخصا واصيب العشرات في انفجار سيارة مفخخة ببلدة اعزاز شمال غرب سوريا بالقرب من الحدود التركية اذكر ناشطون ان التفجير وقع في منطقة سوق الحددين اثناء خروج المصلين يأتي التفجير غداة هجوم اخر مماثل استهدف بسيارة مفخخة مدينة الرقة الوقع في شمال شرق سوريا واوقع عشرة قتلى وعشرين جريحا وقد دع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى انهاء القصف المكثف الذي يستهدف محافظة ادلب بشكل فوري وحمل ترامب في تغريدة له على تويتر النظام السوري وايران وروسيا مسئولية القتل العشوائي للمدنيين على حد تعبيره مؤكدا ان المجتمع الدولي يراقب الاحداث هناك اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اهمية زيارته الى المملكة المتحدة معربا عن امله في الوصول الى اتفاقات لابرام صفقات تجارية قوية بين البلدين قال ترامب قبل مغادرته الى لندن في زيارة تستغرق ثلاثة ايام انه قد يعقد اجتماعات مع زعيم حزب البريكزت نايجيل فراج ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون على هامش الزيارة لمناقشة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد وتداعيات ذلك المحتملة على العلاقات بين البلدين ختم المغز بامكانكم دوما متابعة المزيد من خلال الموقع الالتروني اكستراليوز دوت تيفي الى اللقاء باذن الله موسيقى موسيقى شكرا